شدد مدير عام مديرية البريقة بمحافظة عدن يونس محمد سليمان على ضرورة مضاعفة الجهود في شفط مياه الأمطار وتصريفها والتي هطلت في جميع مديريات المحافظة جاء ذلك خلال طلاع مدير البريقة على حجم الأضرار التي خلفتها مياه الأمطار الغزيرة التي شهدتها محافظة عدن وتفقد سير أعمال الشفط وتصريف مياه الأمطار في عدد من شوارع وأحياء مناطق المديرية وبمشاركة عدد من الآليات والمعدات التابعة للمؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بالمحافظة وصندوق النظافة والتحسين وشركة مصاف عدن وفي الزيارة حث مدير عام البريقة على مضاعفة اليهود في المتابعة المستمرة بإزالة تجمع مياه الأمطار التي أعدثتها هذه الظاهرة الطبيعية موجها قسم صحة البيئة بمكتب الأشغال العامة في المديرية على مواصلة العمل في تنفيذ أعمال الرش الضبابي واليدوي بكافة مناطق المديرية تعسبا لانتشار البعوض والأوبئة والتلوث بهدف حماية المواطنين من الأمراض